مكانت عناصر حرص الحدود بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير عشرة انفاق جديدة برفح وضبط احد العناصر التكفرية شديد الخطورة وبندقية الية وبندقية ضغط هواء وكمية من الطلقات وضبط 1520 قاروسة سجائر معدل التهريب عبر الانفاق كما تم اكتشاف كمية كبيرة من العبوات المتفجرة مثبتة داخل السياج الحديدي لاستهداف قوات التأمين على الشريط الحدودي مع قطع غزة وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني تم التعامل معها وازالتها بنجاح كما تم التعامل مع سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من البضائع مما نتج عنه انفجار هائل يؤكد احتواءها على كميات كبيرة من المواد المتفجرة وفي نطاق الجيش الثالث الميداني تمكنت عناصر حرص الحدود من ضبط سيارة ملاكي عثر بداخلها على كمية من جوهر الافيون المخدر تزن حوالي 20 كيلو جرام بنافق الشهيد احمد حمدي كما تم ضبط كمية من نبات البنجو المخدر تزن اكثر من طنين بمنطقة الزعفرانة على ساحل خليج السويس وفي نطاق المنطقة الغربية العسكرية تمكنت قوات حرص الحدود بالتنسيق مع القوات الجوية من اكتشاف وتدمير عربتين لاند كروزر اثناء محاولتهم التهريب عبر الحدود وضبط بندقية قناصة بالخزنة وضبط 20500 قاروسة سجائر مصرطنة بمنطقة سيوة والقبض على 117 فردا من جنسيات مختلفة اثناء محاولتهم التسلل عبر الحدود بطريقة غير شرعية كما تمكنت عناصر حرص الحدود بالمنطقة الشمالية العسكرية من ضبط الثلاث عربات ملاكي وتسعة وخمسين فردا من جنسيات متعددة اثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية بمناطق ابقير ورشيد والبرولوس وتمكنت الدوريات الامنية لقوات حرص الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية من ضبط كمية من نبات البنجو المخدر تزن حوالي 4700 كيلو جرام وفردين مصريين عثر بحوزتهم على ثلاث بدا الغطس بمجتملاتها وجهاز الاتصال بالاقمار الصناعية وخمس وثلاثين حبة خيار بحر بمنطقة القصير وضبط عرب نقل يستقلها خمسة افراد وبحوزتهم ثلاثة اجهزة للكشف عن المعادن بمنطقة الشلاتين وضبط فردين بحوزتهم مبالغ مالية مختلفة واجهزة هواتف محمولة بمنطقة ابو سنبل على الحدود المصرية السودانية